من جهتها أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في نشرتها الأسبوعية أن معدل أسعار نفط برينت بحسب أسواقها المرجعية المعتمدة سجلت ارتفاعا في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي بنسبة 2.5% عن الأسبوع الثالث مع ارتفاع أسعار السولار والكاز بنسب طفيفة واستقرار البنزين بنوعيه ومادة الغاز البترولي المنزلي وفي التفاصيل أبهرت النشرة أن معدل سعر نفط برينت واصل ارتفاعه على مدى الأسابيع الأربع الأولى من الشهر الحالي ليسجل معدل 59 دولار وثلاث سنت للبرميل في معدل أربع أسابيع كما نلاحظ أما مادة البنزين أوكتان 90 فقد أظهرت النشرة أن معدل أسعاره في أول ثلاث أسابيع سجل ارتفاعا ثم انخفض بنسبة طفيفة في الأسبوع الرابع ليسجل معدل في أربعة أسابيع 502 دولار وثلاث سنت معدل أربع أسابيع للطن الواحد في حين أن البترول أو البنزين أوكتان 95 سجل في الأسبوع الأول معدل 492 دولار وثلاث سنت للطن ليرتفع إلى 528 دولار للطن في الأسبوع الرابع كما نلاحظ ومعدل أربع أسابيع 522 دولار وثلاثين سنت للطن أما مادة السولار فقد واصل معدل أسعاره بالارتفاع في الأسبوع الثلاث الأخيرة من الشهر فوق مستوى 540 دولار للطن كما نلاحظ ومعدل أربع أسابيع كان 542 دولار للطن الواحد فيما سجل معدل أسعار الكاز ارتفاعا على مدى الأسبوع الأربع الأولى من الشهر الحالي ليسجل معدل 579 دولار وعشرين سنت للطن الواحد مع نهاية الأسبوع الرابع أما مادة الغاز البترولي المسال المنزلي فقد سجل استقرارا على مدى الأربعة أسابيع الأولى من الشهر الحالي ليبلغ معدله تقريبا 422 دولار ونصف الدولار للطن الواحد